ترجمة نانسي قنقر وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة زيارة دولة رسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية التركمانستانية الشقيقة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالسفير السعودي والقائم بعمال السفارة الإماراتية واستعرض معهما العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة مشيدا جلالته بعبق الروابط التاريخية الراسقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة كما أعرب جلالته عن اعتزازه البالغ بالمواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله والداعمة لمملكة البحرين وشعبها والتي تجسد علاقات الأخوة والصلاة المتينة التي تجمع دولنا وشعوبنا الشقيقة كما جرى خلال لقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا جلالته عن تقديره للجهود المباركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيهما الخيرة في خدمة العمل الخليجي المشترك ومساندة القضايا العربية والإسلامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبهما أعرب السفير السعودي والقائم بأعمال السفارة الإماراتية عن عميق الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على دور جلالته الرائد وجهوده الكبيرة في ترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشهدين بهذه الزيارة المهمة التي يقوم بها جلالته للجمهورية التركومنستانية الشقيقة والتي تسهم في توثيق وتعزيز أواصل العلاقات البحرينية التركومنستانية بصفة خاصة والعلاقات الخليجية التركومنستانية بشكل عام هكذا بدت لنا العاصمة التركومنستانية عشق أباد جميلة وأخاذة تسودها أجواء البهجة والسرور بمناسبة الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى يده الله إلى الجمهورية التركومنستانية الشقيقة هذه الزيارة تنبع هميتها من اهتمام البلدين الكبير بتنمية العلاقات للوصول بها إلى شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات زاعدنا اليوم في وجودنا في مدينة عشق أباد وعلى كرم الضيافة التي حضينا بغض لا شك اندل على شيء فيدل على مكانة سيد جلالة الملك لدى حكومة تركومنستان وهي أول زيارة لجلالته إلى هذا البلد الصديق والشقيق تركومنستان معروفا عندها من أكبر احتياطيات الغاز بلد مقبلة على تطور كبير شهدت علاقة البلدين في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة مهدت الأجواء لتطوير وتفعيل العلاقات المشتركة خصوصا في ضوء الإمكانات والحوافز التي تمتلكها البلدان والتي وضعت قاعدة صلبة من شأنها أن تفتح آفاقا وفرصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي من خلال زياراته الرسمية إلى مختلف البلدان يعطي فرصة لأصحاب الأعمال البحرينيين لمرافقة جلالته والعمل على تبادل تجاري مع البلدان التي يزورها جلالته طبعا كلنا شرف أن نكون من ضمن الوفد المرافق لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في زيارته الرسمية إلى جمهورية تركومانستان نطمح إن شاء الله من خلال هذه الاجتماعات وزيارات المتبادلة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين في مجالات عديدة ممكن نحن نطور فيه في مجالات النفط والغاز والصيرفة والتجارة بصفة عامة والأغذية بصفة خاصة البحرين وتركومانستان تجمعهم العديد من الروابط الحضارية والدينية وهو عامل مهم سيحقق المزيد من التقارب والتواصل وسط ترقب لنتائج هذه القمة التاريخية وانعكاساتها على مستقبل البلدين والشعبين الشقيقين زيارة تاريخية من شأنها أن تدفع بالعلاقات البحرينية التركومانية إلى آفاق رحبة من التعاون في شتى المجالات كما أنها تترجم الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين في المحافظة على التطور المستمر للعلاقات الثنائية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أي اتفاق أو مشروع مستقبلي ثنائي بين البلدين بسام لبدوي لتلفزيون البحرين أشق أباد